ايضا الرئيس النهاردة اتكلم مع المختصين علشان مشروع الهيدروجين الاخضر الهيدروجين الاخضر ده صرخة وصيحة عالمية في مجال توليد الطاقة النظيفة الهيدروجين الازرق والهيدروجين الاسود اللي بيتم توليده يتم توليد الطاقة الكهربائية من الهيدروجين اللي في الجو احنا كنا بنستخدم زمان الوقود الإحفاري بالبترول فاسمه اسود بعد شوية يستخدموا الغاز لفصل الهيدروجين علشان اولد الطاقة الهيدروجينية بيسموه لما باستخدم فيه غاز طبيعي الوقود الاذرق طيب لما باستخدم طاقة الرياح ولا الطاقة الشمسية في فصل الهيدروجين والأكسجين بيسموه الهايدروجين الأخضر اللي لا يلوث البيئة يبقى أنا هدف مصر إن هي تولد طاقة نظيفة اللي هي الهايدروجين اللي موجود أقدر أولد منه طاقة أقدر أولد منه طاقة هو بيتولد منه طاقة دلوقتي بس بولدها عن طريق استخدام موارد مترولي فبيسموه الهايدروجين الأسود وعن طريق الغاز فإسمه أزرق دلوقتي عن طريق طاقة شمسية ورياح وغيره فإسمه أخضر فالرئيس النهاردة قال نتعاون مع المختصين عالميا والشركات اللي خطط خطوات كبيرة في هذا المدمار ونستفيد منهم في توليد الهيدروجين الأخضر يبقى النهاردة فيه سبع ملفات ناقشهم الرئيس مع الدكتور شاكر مشروع الدفلة الجديدة ساحل الشمالي الربط الكهربائي مع ليبيا مشروع تنمية سينا النقل الحديث تحليط مياه البحر وتوليد الهيدروجين الأخضر